موسيقى لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صاد الأقلام حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والدولية ولكن بعد جولة في أهم العناوين في البصائر مقتل خمسة متظاهرين في بغداد ومتظاهرون يحاولون اقتحام مقر الحكومة في صحيفة الزمان رصاص حي ضد متظاهري بغداد وليلة دامية أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء في الهيئانات من فوضية حقوق الإنسان ارتفاع حصيلة العنف ضد المتظاهرين إلى أكثر من 250 قتيلاً وأحد عشر الف جريح في صحيفة المدى توسع رقعة قطعة طرق في بغداد والبصرة تهدد المحتجين بأربع إرهاب في اندبينديند عربية تزايد عدد المتظاهرين في بغداد في تحدي واضح لحضر التجول في العرب اللندنية شلوا الحياة العامة خيار المحتجين الأكثر إيلاماً للحكومة العراقية وفي القدس العربي مرصد نيت بلوكس انقطاع خدمات الانترنت في بغداد ومعظم أنحاء العراق السلام عليكم وصف صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية التظاهرات العراقية الضخمة بأنها ضد الاحتلال الإيراني البغيط والمحتلة أن قطع خدمات الانترنت مؤشر على خروج التظاهرات عن السيطرة الصحيفة أوضحت أن معظم الوزارات تحت سيطرة أحزاب إيران كما أن إيران استغلت الحرب على داعش للهيمنة على مفاصل الدولة العراقية لقد وجه المحتجون غضبهم ضد إيران التي يرون الآن أنها تتمتع بنفوذ كبير داخل بلدهم كما يصرخون ضد الأحزاب العراقية المرتبطة بإيران ويرفعون الشعارات بغداد حرة حرة إيران بر بر هذا الصراخ انتشر في الشوارع وفي ساحات العاصمة العراقية وفي مدينة كربلاء وفي الأزقة الخلفية والممرات الجامعية لقد تحولت هذه الاحتجاجات إلى صراع حول من سيشكل مستقبل البلاد وتضيف الصحيفة أنه في حين أن إيران هي الهدف المباشر من غضب المحتجين إلا أن المعركة أكبر من ذلك إنه صراع بين أولئك الذين استفادوا بشكل كبير منذ الغزو الأمريكي الذي أطاح بصدام حسين وبين أولئك الذين يكافحون من أجل الحصول على الفتات ويراقبون بغضب توزيع الأحزاب السياسية التي ترتبط بعلاقات مع إيران المناصب والوظائف والمكافآت على المقربين منهم وتشير الصحيفة إلى أن النظام الذي تم تطبيقه بعد غزو عام 2003 كرس نظاماً لتقسيم السلطة على أسس دينية وعرقية لقد استغلت إيران ذلك لتجسيدها في السياسة العراقية وفي الوقت نفسه على المستوى الشعبي وبين الشباب في البلاد كان هناك شعور متزايد بأن إيران كانت تستفيد وتتوسع على حساب العراق لقد أصبحت جزءاً من الخلفية السياسية للاحتجاجات الصحيفة تقول إن مطالب المتظاهرين للتخلص من الفساد ووضع حد للأحزاب السياسية وإنشاء نظام رئاسي بدلاً من نظام فرلماني تبدو معقولة في الوقت نفسه ويكاد يكون من المستحيل تحقيقها على الأقل ليس من دون سفك دماء ومع ذلك فإن أسلوب الطبق السياسية يحبط المحتجين الذين ينفدوا صبرهم لرؤية التغييرات تبدأ الآن محاولة تغيير معادلة التاريخ استناداً إلى وقائع مرت عليها قرون طويلة لا يمكن أن تتحقق لمجرد رغبات جماعات سياسية تعمل باتجاه معاكس لزخم حركة التاريخ نحو المستقبل ماجد أسام الرائي يقول في صحيفة العرب اللندنية إن هذا ما حصل للأحزاب التي رفعت الشعارات الطائفية في العراق قبل عام 2003 استناداً إلى نظرية استوردتها من مرجعياتها المذهبية في طهران بعد عام 1979 وتقوم أن هناك طائفة حاكمة اضطهد طائفة محكومة ومقموعة سياسية لم تلتفت الأحزاب التي حكمت عبر انتخابات مزورة إلى وطنها ولم تبدأ أي مشروع للتنمية والسلم الإجتماعي بل لجأت إلى أسلوب القمع واستثمار السلطة وإمكانيات الدولة المالية والعسكرية والأمنية في أدلجة الطبقات والفئات المنتفعة للترويج لما يسمى ولاية الفقيه وسخرت جهودها لتكوين كتائب وفصائل مسلحة موالية لطهران نفذت حمامات الدم ضد العرب السنة وكانت تنفذ مشروعها بعلم المحتلين الأمريكي والإيراني ورعاية قواتهم غباء طلاب الحكم في بغداد وأسيادهم في طهران منعهم من إدراك أن الحراكة الشعبي خلال السنوات الماضية للمطالبة بالخدمات يمكن أن يتحول بسبب الإحباط إلى انتفاضة شبابية تهز عروشهم وهو ما حصل فجأة وبلمحة خاطفة النقطة الجوهرية في انتفاضة أكتوبر الشبابية هي أنها تخطت المطالب المعيشية التي كانت ترفعها التظاهرات السابقة ولو كانت الطبق السياسي الحاكمة تمتلك الحد الأدنى من الفطنة السياسية لا استجابت لتلك المطالب وأغلقت أبواب النار التي انفتحت الآن بقوة ولن تنغلق بوجه الفاسدين النقطة الجوهرية الثانية التي حصلت في هذه الانتفاضة هي المواجهة المباشرة بين شعب العراق وخصوصا أبناء الشيعة في الوسط والجنوب وبين إيران حين دخل خامناء المعركة ضد شباب العراق ويختتم الكاتب بالقول أن انتفاضة شبابية تخطت المطالب المعيشية ولم تعد تقبل بأقل من تغيير النظام ولذلك لم يعد أمام طبقة الحاكمة في العراق سوى الاستسلام والرحيل توضح مجموعة من الإشارات التي سجلت في العراق مؤخرا إلى اتخاذ الاحتجاجات الشعبية الواسعة فيها طابعا وطنيا متزايدا بحيث تجاوزت هذه الاحتجاجات في مطالبها نقد الشبكة الواسعة من الفساد السياسي والمالي والقمع ضد المتظاهرين بل وحتى إسقاط النظام إلى انتقاد التدخل الإيراني في العراق واعتباره المسؤول عن هذا النظام هذا ما أشارت إليه صحيفة القدس العربي في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان هل هذه حرب الاستقلال الثاني للعراق؟ صار واضحا مع الاحتجاجات الأخيرة خصوصا أن المنظومة الطائفية التي اعتاشت عليها أهم الكتل الحزبية والسياسية العراقية لم تعد قادرة على تفسير أو تبرير انتهاك سيادة العراق على الشكل الفاضح الحاصل وخصوصا مع استلام بعض الميليشيات العراقية مهمة القمع الوحشي للمتظاهرين والمشاركة في القنص والخطف والتعذيب وبذلك سقط القناع الطائفي وظهرت المصالح المادية والامتيازات والفساد من جهة والتباعية لإيران من جهة أخرى وبدلا من استخدام إيران لسياسة تفهم واحتواء الاحتجاجات كما حصل سابقا في إيران نفسها فإن المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنأي محل أسباب العميقة التي دفعت الجماهير للتظاهر واكتفى باتهام الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وإسرائيل بإثارة الاضطرابات وأعمال الشغب الرد الشعبي لم يتأخر أيضا فقد هجمت الرموز والمواقع الإيرانية كما حصل في محاولة إحراق قنصرية طهران في كربلاء أول أمس ما أدى إلى مقتل أربعة من المتظاهرين وبشط بهم اسم الإمام الخميني من أحد شوارع مدينة النجف ووضع اسم شهداء ثورة تشرين بدلا عنه وإتلاف صور له في مدن أخرى الصحيفة ترى أنه لا يمكن أن يفسر هذا التناقض بين الرؤية السياسية لخام مينئي ووكلائه نحو الفقراء الإيرانيين والرؤية الأمنية نحو الفقراء العراقيين إلا بما قيس الدولة المحتلة لشعوب دول تحتلها وهو ما يفسر اتخاذ الاحتجاجات العراقية يوما بعد آخر طابع ثورة وطنية واجتماعية في الآن نفسه ويجعلها أقرب لحركة تستعيد الاستقلال العراقي وليس فقط إسقاط النظام أحمد صبر يرى في صحيفة الوطن العمانية أنه على الرغم من أن المسؤول الذي أوصل العراق إلى هذا الحد من التداعي والانحطاط والفشل والانهيار معروف للجميع إلا أن منتج هذا الاحتلال أي العملية السياسية أضاف أحمالاً جديدة على كاهل العراقيين جراء تسيط طبقة سياسية على العراق حولته إلى بلد مستباح مسجوب الإرادة مرتكز على نظام المحاصصة الطائفية الذي حمى سراق المال العام من المساءلة تداعيات السنوات العجاف وتراكم الخيبات والنكبات والكوارث على مدى تلك السنوات هي التي عجلت وفجرت الانتفاضة الشعبية التي هزت أركان النظام السياسي وحلفائه وكشفته على حقيقته منهاراً وغير قادر على مواجهة المد الشعبي المتصاعد ومطالبه المشروع التي صادرها النظام إن ما يجري في ميادين وساحات العراق هو ثورة شعبية على الظلم والاستبداد والفشل يستوجب من المسؤول الذي تسبب في الحال الذي وصل إليه العراق أن يرفع يده عن نظام غير مقبول شعبياً وما يعزز هذا الخيار الرفض الشعبي للنظام السياسي لا سيما من جمهوره الذي أوصل رموزه إلى سدة الحكم وإذا رصدنا حال العراق بعد ستة عشر عاماً على احتلاله نستطيع القول إن المغامرة التي تورطت بها إدارة البوش الإبن كانت بالمقاييس كافة فاشلة وكارثية أدخلت العراق والمنطقة والعالم في فوضى عارمة وعدم استقرار ما زالت تداعياتها متواصلة حتى الآن إذن من هو الخاسر الأكبر في عملية غزو العراق واحتلاله بالتأكيد هو العراق بكل ألوانه وطوائفه لأن الاحتلال أنتج نظاماً سياسياً هجيناً ليس له علاقة بحاجاته وتطلعات العراقيين بوطن تسوده الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وخال من إرهاصات الثأر والانتقام والاحتراب الطائفية وبحسب الكاتب فإن هذه الأسباب وغيرها هي التي فجرت الانتفاض الشعبية كرد فعل على فشل المشروع الأمريكي ومنتجه النظام السياسي وخيباته وفشله في شتى الميادين كانت إداناً بمثاق مشهد جديد يشهده العراق بعد أن عانى أبناؤه الظلم واستبداد طبقة السياسية التي أفقدتها الانتفاض الشعبية شرعيتها في الشارع في بغداد رفع المتظاهرون العراقيون شعار شلع قلع وهو يعني اجتثاث السلطة القائمة في المنطقة الخضراء وفي بيروت رفع المتظاهرون اللبنانيون شعار كل يعني كل أي إسقاط السلطة القائمة كلها داود الفرحان يقول في صحيفة الشرق الأوسط إن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بدل أن يعلن استقالاته كما فعل سعد الحريري حول وعوده بالبناء ومكافحة الفساد إلى مخازن رصاص لضرب المتظاهرين السلمين كان الشعب العراقي سيحمد الله ويشكر عادل عبد المهدي لو أنه نفذ تهديده وضرب بيد من أي معدن على الفساد الموروث منذ سنوات نور المالكي إلا أنه بدلاً من ذلك ضرب بعبوات الغاز المسيل للدموع رؤوس فتيان وشبان وشابات في عمر أحفاده كانوا يرفعون شعارات إسقاط الفساد ويريدون استرداد وطنهم المحتل من قبل الميليشيات الإيرانية ما حدث في ساحة التحرير في بغداد والساحات الأخرى في مدن الوسط وجنوب هو تطبيق عملي لما فعلته قوات الباسيج في شوارع طهران والمحمرة من قنص الناشطين والناشطات وإرهاب الجموع التي تطالب بحقوقها المسلوبة من قبل حكومات ما بعد 2003 استقال سعد الحريري بينما عادل عبد المهدي يضع شروطاً شبه تعجزية لتقديم استقالته التي ما زالت في جيبه كما يقول وهو يصر على أن استقالته ستؤدي إلى فراغ سياسي في البلد ماذا تسمي إذن ما هو حاصل اليوم؟ هل هناك حكومة تسيطر على البلد؟ الأرثال العسكرية الإيرانية تدخل الحدود الشرقية من مدينة خانقين والحكومة والميليشيات والأحزاب الموالية لإيران تردد حكاية السيادة كلما جاء ذكر الولايات المتحدة وبعض الدول العربية لكنها لا تعترض على اختراق الحدود العراقية من قبل القوات الإيرانية الكاتب يرى أن العراقيين لم يعد لديهم وقت يضيعونه بين باقات وعود من رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية ومخاز الرصاص وقنابل القناصة والميليشيات الإيرانية فهم مصرون على شعار شلع قلع أي إسقاط النظام كله الذي رهن نفسه لخدمة أطماع النظام الإيراني نشر صحيفة فينانشل تايمز البريطانية تقريراً لمراسلتها تشولي كورنش تقول فيه أن المتظاهرين في العالم العربي لم يعودوا يطالبون بتغيير الحكومات لكن بالنظام القائم متسائلة إن كانوا يستطيعون ذلك ويشير التقرير إلى أن المحتجين في لبنان والعراق الذين خرجوا بقوة كبيرة يسعون لتحقيق هدف مهم وهو تغيير النظام بأكمله يلفت التقرير إلى أن المحللين والمحتجين يقولون اليوم أن هذه الأنظمة القائمة على المحاصصة الطائفية أصبحت فاسدة مع الأحزاب السياسية التي عززت قوتها بحيث منعت نشوء حكومات فاعلة وأحبطت المواطنين الذين يطالبون بمستويات حياة جيدة وتنوه الكاتبة إلى أن المتظاهرين خاصة الشباب المحرومين الذين لم يجربوا النزاعات السابقة نفثوا غضبهم على الأحزاب الطائفية التي سمح لها بمواصلة السيطرة على السلطة ونهب مصادر الدولة دون القيام بأي جهد لتمثيل مصالحهم وتقول الصحيفة أنه في كلا البلدين يتم تخصيص الوظائف للطائفة التي تخترق الوزارات والخدمة المدنية بحيث يتفوق فيها الولاء للحزب على الكفاءة مشيرة إلى أن المحتجين يقولون أن النخبة السياسية الطائفية استطاعت من خلال هذا النظام تقسيم مصادر الدولة ومأساسة الفساد وتنقل الصحيفة عن مدير معهد المشرق للدراسات الاستراتيجية في بيروت سامي نادر قوله أن الحكومات في العراق ولبنان عملت بصفتها كارتل من الأحزاب التي مثلت الجماعات الطائفية وفي كلتا الحالتين كانت فاسدة وتنقل الصحيفة عن متظاهر في بغداد قوله يهدد المحتجون اليوم الممالك المالية للأحزاب يريد الناس حكومة للشعب وهذا يهدد الأحزاب التي لن تكون قادرة على السرقة وتقتم فينانشل تايمز تقريرها بالتنويه لأن المتظاهرين في لبنان والعراق يطالبون بقوانين انتخابات جديدة مستدركة بأن المحتجين يعرفون أن أمامهم معركة طويلة مع نخبة سياسية راغبة في الحفاظ على هذا النظام السياسي داخل ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد تطوعت عراقيات من فئات عمرية مختلفة لإعداد الطعام وتوزيعه مجانا على المتظاهرين من مختلف ألوان بلاد الرافدين وأطيافها الذين وحدهم شعار نريد الوطن وهو ما دفع نشطاء وطلاب إلى إطلاق حملات تبرع لتمويل تلك المطابق المجانية في ظل مبيت آلاف المتظاهرين في الساحة وداخل مبنى المطعم التركي ونفق الباب الشرقي ومناطق أخرى وبشكل تطوعي بادرت أمهات المتظاهرين وأخواتهم وغيرهن بالقيام بالمهمة سواء من خلال جلب الطعام من بيوتهن أو إعداده داخل الساحة وتوزيعه مجانا على الجميع في وجبتين رئيسيتين صباحا وبعد العصر بينما تخللها وجبات سريعة أو ما يعرف في العراق باللفات مثل الفلافل وشاورمة حضور النساء أساس وبارز في التظاهرات التي تشدها ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد فقد اعتمد الرجال على الدعم اللوجستي من خلال النساء بالإضافة إلى دور المرأة في الاحتجاج وتعبيرها عن مواقفها وأرائها الرسوم الكاركاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نلقاكم بإذن الله اشتركوا في القناة